اشتركوا في القناة والاخيرة او عشر ذو الحجة لكن لدينا حديث صحيح في صحيح البخاري وهو حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ما من ايام العمل الصالح فيهن احب الى الله من عشر ذو الحجة او كما قال صلى الله عليه وسلم ذكر العلماء ان من اسرار هذا الفضل العظيم ان اصول العبادات كلها تجتمع في هذه العشر كل اركان الاسلام ممكن ان تتحقق في هذه العشر ما لا يتحقق في غيرها التوحيد وهو مصاحب للمرء للمسلم دائما وابدا الصلاة وهو يصلي في كل يوم الصيام صيام عرفة بل وصيام تسع ذو الحجة ولذلك الذين يقولون ان صيام تسع ذو الحجة ليس مشروعا غير عرفة قول ضعيف لانه من العمل الصالح وما الذي اخرجها فالصحيح ايضا ان الصيام يتم هناك من يؤدي زكاته في هذه العشر الحج الذي لا يمكن ان يكون الا في هذه الايام فاصول العبادات جمعتها فلذلك كان هذا الخير فيها ايضا يتحقق في العشر في الاضحية لانه في اليوم العاشر يتحقق فلنسابق سابقوا الى مغفرة من ربكم سارعوا انها ايام عظيمة فماذا هيأت ايو اخي الكريم في اي مكان ان كنت حتى لو لم يقدر لك ان تحج فامامك فرص الحج او فرص العمل الصالح عظيمة جدا فبادر وسابق تقبل الله مني ومنك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة